لأول مرة دستور توافقي أكثر من 95% توافق نعم نعم من أجل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن الطوائف الأخرى الأديان الأخرى لهم حق التعامل وتكفل الدولة لهم حق العبادة والتعامل في الوطن نعم بحق أدعو الشعب المصري جميع طوائفه للنزول يوم 14 و15 ليقول نعم بحق نعم من أجل لأول مرة أن يكون هناك تأمين صحي شامل للفلاحين نعم من أجل الضمان الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر نعم من أجل رعاية الطفولة رعاية أطفال الشوارع وبدأ بالفعل بدأ بالفعل حاليا لأول مرة نرى أن هناك مؤسسات بدأت بالفعل في رعاية أطفال الشوارع أدعو الشعب المصري للنزول يوم 14 و15 يناير ليقول نعم نعم من أجل حياة كريمة لجميع المواطنين والمسنين كبار السن رعاية المعاشات رعاية المعلمين رعاية الأطباء رعاية المهندسين رعاية كل فئات الشعب المصري يرعاه هذا الدستور والمؤكد كما قال الأستاذ متحة نجيم بأن هذا الدستور ليس قرآن ولكن يمكننا إذا كان هناك خلاف على بعض المواد يمكننا من خلال مجلس الشعب القادم تغيير وتعديل لأن هذا الدستور ليس قرآن ولكن أيها الشعب المصري العظيم علينا أن نتخطى هذه المرحلة علينا أن ننزل يوم 14 و15 لترجمة نزولنا يوم 36 الترجمة الحقيقية لنزولنا يوم 36 الذين ادعوا يدعون بأن عدد الذين نزلوا 36 أقل من 30 مليون كما ذكرنا ولكن الترجمة الحقيقية هو نزول المواطنين يوم 36 أقباط ومسيحيين وكل من يعيش على أرض مصر عليه أن ينزل يوم 14 و15 يناير ليترجم صورة 30 يونيو التي لم يكون لها استفتاء والاستفتاء الحقيقي بتاعها هو الدستور وأشكركم والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر